السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي حنتكلم عن فوز المريخ على تشرين السوري في ذهاب الدور الأول للبطولة العربية المباراة ليقيمت في جدة في المملكة العربية السعودية مواجهة كانت مهمة جدا بالنسبة للمريخ المريخ بالرقم من تأخره في هذه المواجهة بالهدف الأول من الفريق السوري إلا أنه عاد في نتيجة المواجهة وكمان حتطلع بالأهم من هذه المواجهة وهو الفوز لأن المواجهة افتراضيا هي في ملعب المريخ ولسه حتواجه الفريق السوري في مواجهة ثانية يوم الثلاثة لتحديد الفائز أو حتى المتأهل من هذا الدور لمواجهة أحد الفائزين من مواجهة فريقي الشباب السعودي وكمان حتى القوة الجوية العراقية في الحلقة دي حنتكلم عن بعض النقاط المهمة جدا جدا بالنسبة للمريخ وكيف حتسهم هذه النقاط في حال معالجته فإنها تدعم الفريق أو حتى تدعم الفريق في تقدمه في البطولة العربية أو حتى على مستوى الدوري السوداني ونتكلم شوية عن المدرب ريكاردو أول حاجة حابة أبدأ عن أهمية أو حتى بأهمية الفوز بالنسبة للمريخ نحن عارفين أن الدور الأول أو حتى بتلعب المواجهة الأولى قدام فريق اتماعي أنك عنه المعلومات الكافية أو حتى ما عارف مستوى الفريق فريق معظم أو حتى كل من الوطنيين بمدرب وطني فريق يعني في دوري ممكن يكون غير تنافسي فريق بحاول بقدر الإمكان تكون بالنسبة له والمواجهات الزيدي أو حتى الظهور في البطولة العربية بمثابة فوز كبير جدا أو حتى بمثابة بطولة ممكن في حد ذاته بالنسبة للفريق السوري ونحن عارفين المشاكل الموجودة في سوريا عشان كده يعني المريخ داخل هذه المواجهة وهو مقدام فريق ممكن يكون مبهم بشكل كبير عارفين أن الفريق السوري في الفترة الأخيرة يعني كان بعيد تماما من اللعبة التنافسية ودي واحدة من الحاجات التي أعتقد أن يمكن تسهيل بشكل كبير بالنسبة للمريخ أنه يتقدم أو حتى يتفوق على الفريق السوري في المواجهتين وده شوفناه في مواجهة اليوم بالرقم من تقدم الفريق السوري شوف المريخ عاد في النتيجة في خمسة دقائق بس قلب الطاولة على الفريق السوري وكان غاب غوسين أنه يسجل أكثر من هدفين لكن من الواضح أنه حتى بداية الجيم بالنسبة للفريق السوري كانت بداية طيبة جدا جدا أول حاجة المريخ بدأ المواجهة بتشكيل ضمة كله محمد المصطفى في حراسة المرمى بعد ذاك شوفنا أليك سيلفا حمزة داود مصطفى كرشوم وفي الجانب الأيسر بخيط خميس خطة الوسط في سيرجو رامفائيل ومحمد هاشي متكت ماتيوزينه الجزول نوح باولو وكمان رمضان عجب تشكيل ممكن نتكلم عن أنه في مؤكد حراسة مرمى مؤكد بشكل متميز بالرقم الخطأ اللي كان بوجود بالنسبة لمحمد المصطفى خطأ كان ممكن نقسم ظهر المريخ بشكل كبير في مواجهة اليوم وكمان خطة دفاع برضو الخطأ الخاص ببخيط خميس اللي يمكن كلف المريخ الهدف بنتكلم كمان عن يعني حتى ولو دايما يعني التفوق الفردي اللي مفروض يكون دايما في خط دفاع المريخ بالنسبة لي كرشوم وكمان حتى المصطوى الطيب بالنسبة لأيك سيلفا أليك سيلفا ومستوياته وتدخراته ما اللي كانت موجودة في الجيم بشكل عام بتحسسك إن المريخ تنظيمين على مستوى خطة دفاع لاعب بشكل متميز لكن الهدف مؤكد بيسأل منه الفريق تنظيميا في التغطية المفروض تكون من خطة الوسط وكمان حتى من السنترباك الموجودين على مستوى الفريق خطة الوسط والمشكلة الكبرى بالنسبة للمريخ في مواجهة اليوم الجماعة نحن بنتكلم عن اليوم سيرجو رافايل محمد هاشي متكت ماتيوزينه ما أعتقد إنه في واحد فيكم بيقولينهم بيكون في توافق بين الثلاثة لعبين أو حتى يكونوا مكملين لبعضهم في إنه يكون في واحد افتكاك يعني اللي هي إمكانية الافتكاك بتكون بشكل متميز جدا أعلى من الباقيين بكتير زمان في البطولة العربية أو حتى من شهر لما نشوف المريخ في البطولة الافريقية عفوا بنشوف دايما بيكون في التاج موجود في محور الارتكاز اللي هو كلاعب مسؤول مسؤولية تام معا افتكاك الكورة عشان كده بيصهر أحيانا سيرجو رافايل في إنه اللاعب اللي بيقدر يوزع اللاعب اللي بيطلع خطوطين اللي قداما اللاعب النظرته كويسة جدا لكن لما نشوفنا سيرجو رافايل لوحده موجود في الرقم ستة مسؤول من افتكاك ومسؤول إعمال البروك بشكل طيب شوفنا الفشل اللي كان كبير جدا وكمان حتى شوفنا البطء اللي يمكن انتها ما تتخيلوا للاعب رقم ستة يكون موجود في فريق فريق لسه حيشارك عنده عنده يعني تحديات كبير جدا على المستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى العربي والأهم من ده كمان بتلعب قدام فريق في شوت أول أو حتى بداية تلقيب بشكل عام لاعب معاك بوضعية كانت متميزة جدا راس براس بل كان الطرف الأفضل على المستوى التنظيمي وكمان حتى على المستوى الخططي وعلى المستوى الفردي في الحوارات الفردية المهارية دايما لعيبة تشرينا السوري كانوا متفوقين بالذات فيه معظم فتريات الشهد الأول فده الشيء اللي انت تستغرب وتحاول تتعجب من مدرب ريكاردو في انه يكون سيرجو رافايل لوحده على مستوى خط الوسط يعني اتمنى انه يكون دايما فيه اللاعب اللي بيقدر يجيف مع سيرجو رافايل او حتى يشيل عنه الدور الدفاعي او حتى يشيل معاه لو مثلا فيه بعض الجمهوره عايز يتجاوز فكرة انه اللاعب اساسا ما ينفع يكون موجود في الرقم ستة بالبطأ الكبير اللي موجود فيه انا ممكن جدا استحمل واحد موجود في خط المقدمة بالخيارات الموجودة على مستوى خط المقدمة زي باولو يكون مثلا بطيء تماما ويكون موجود يقدر يساهم او يسجل ويقتنص الفرص يقع كورة جوى الثمنتاشر هو موجود اساسا جوى الثمنتاشر يسجل قون انا ممكن اقبل ما سجل قون انا ما اقبل لانه ده بيكون موجود قدام بلوكة دفاع اي خطأ منه زي الاخطاء اللي عمله في مواجهة اليوم انت خلاص هتكون خارج البطولة عشان كده الاخطاء اللي كانت موجودة من سيرجو رافايل في مواجهة اليوم اخطاء التغطية مع خطة دفاع لو استفاد من الفريق السوري ممكن جدا نطلع من شرط اول لو على اقل تقدير ممكن يكون متعادل في النتيجة اثنين بعد تقدم الفريق السوري دقيقة ستا عشر تسعة وعشرين اتنين وتلاتين الجزول نوح وكمان حتى باولو قلب النتيجة على الفريق السوري الجزئية دي مهم انه ريكاردو يتعامل معاه بالمستوى الافضل مش يجي الشرطة التانية عشان يرجع ويخط واحد زي واحد زي على في خطة الوسط زي عمار طيفور انه يكون موجود زير سير جو رافايل عشان يقدر يشيل معاه على مستوى خطة الوسط ويخرج واحد زي محمد هاشم التكت يعني افضلية محمد عمار طيفور ومحمد هاشم التكت شنو الوجه الشبه بيناتهم الاثنين انا بالنسبة لي عطيفور محور الاتكاز يكون موجود في الرقم ستة حركته لقدام ممكن تكون محدودة محمد هاشم التكت يجي يشيل من الرقم ستة وتحرك لقدام وحركته لقدام ممكن تكون محدودة في انه المساندة الهجومية بتجي من لاعب زي محمد هاشم التكت حتى واحد زي باولو ممكن يستفيد بشكل كبير انه يسند لواحد زي محمد هاشم التكت شفناه بلعب مع غارزيته زمان بشكل متميز هو اللعب اللي بيجي من خطة الوسط اللي بيشوت من خطة الوسط اللي بيخترق من خطة الوسط اللي اللعب ما بتكون عليه والرقابة لكي يجي لهم موجود عشي يكون جاب سيرجو رافايل فبالتالي شفناه هو ظهر بمستوى غير جيد وكمان حتى سيرجو رافايل ظهر بمستوى غير جيد بالمرة واعتقد انه سيرجو رافايل اي لاعب في المريخ في محوى ارتكاز وجد عوض عطيفور محمد الرشيد التاجي عقوب ضيادين البعيد تماما من المشاركة اي لاعب ممكن يكون موجود في المريخ ممكن جدا يشارك محل هذا اللاعب ويقدم مردود افضل منه مليون مرة عشان كده حتى ولو فرضنا في شوية امكانيات ممكن تضيف المريخ بالنسبة لما تيزينه بالنسبة لالكسيل في القيمة الثابتة واعتقد انه اللاعب الافضل بالنسبة للمحترف المريخ في التوقيت الحالي وكمان حتى باولو فانك ات ممكن تهضمه وتخليكم موجود في خطة مقدمة تستفيد منه من خبراته بس من الصعب انا اتقبل واحد زي سيرجو رافايل يكون موجود على مستوى محور الارتكاز في الرقم 6 عشان يكون هو كمان لوحده في المنطقة دي تحديدا زي ما قلت ليك ات ممكن تضيف معاه واحد يكون متميز جدا زي عمار طيفور حتى عمار طيفور يا جماعة ماهو الافتكاك بمستوى عالي ات واحد زي تجدين دايما يكون موجود فيه في الحتة دي فدايما بيختفي واحد زي تجدين لما يكون لاعب زي سيرجو رافايل ويصهر سيرجو رافايل بمستوى برضو متوسط في مواجهة اليوم ما ظهر بتاتا وكان اللاعب الاسوأ في مواجهة اليوم وكمان حتى ريكاردو اضاف محمد هاشي متكت يكون برضو اللاعب الاسوأ مع سيرجو رافايل عشان يجي يغطي على اغطاء سيرجو رافايل في خطة الوسط وكمان يعني يهضم فكرة انه يكون متكت يكون موجود في الرقم عشر او حتى في البوكس توبوكس يكمل لقدام عشان دي الخانة او حتى المركز الاساسي اللي بلعب فيه محمد هاشي متكت فعشان كده النقطة التكتيكية دي هي مهمة جدا جدا بالرقم اللي انه حاول اعدل فيها الشطة التانية برضو سيرجو رافايل ما ظهر بالمستوى الافضل امكن يا جماعة اللي ريكاردو دخل بتشكيل اربعة تلاتة تلاتة شفناها اتغيرت لانه يكون في تغيير التكتيكة بسيط انه يكون رمضان عجب بديلة لالكس سلفا دخول احمد حامد التشع على مستوى خط الوسط حرك الوسط بشكل متميز وكمان حتى الحب لها حماس الجماهير وحرك الجمهور بشكل متميز بس ما كان في اضافة واضحة بالنسبة لهذا اللاعب انا اللي اتمنىه انه ممكن برضو محمد احمد حامد التشع وماتيوزينه الفروقات بيناته ممكن تكون فروقات كبيرة جدا جدا في الفعالية الهجومية ماتيوزينه الدور اللي ممكن يقدمه ليه الدور واحد يخوش في اخر عشرين دقيقة يعني زي التعامل بتعامل المدرب ريكاردو مع محمد حامد التشع ومع ماتيوزينه مفروض يقلب الادوار ان يكون التشع اللاعب دايما اللي بيكون اساسي على مستوى خط وسط المريخ اللي بيقدر انقل للكورة انت محتاج يعني ماتيوزينه من نوعية اللاعبين اللي بتقول عليه هو بلاي ميكر شنو صنعة اللاعب اللي موجود عن ماتيوزينه او حتى صنع كم كورة ماتيوزينه في دور الابطال وفي الدور المحلي وكمان حتى في البطول العربية في مواجهة اليوم خدت كم لاعب في مواجهة المرمى ما فيه طيب التش لما اندخل تحس انه في فعالية صح ما قدم مباركة كانت كبيرة جدا جدا على مستوى الدقيقة اللي هو لعبة بس انا بالنسبة لي اتش في حال منح الفرصة اللي بيلعب عليها ماتيوزينه دائما وابدا وخط وسط يكون مقوم الوطنيين في جانب خط الوسط بالذات عمر طيفور تاج الدين وكمان حتى محمد هاشي متكت بالاضافة لواحد زي احمد حامد التش مع الجزيره نوحه وكمان حتى باوله او حتى واحد زي رمضان عجب انت حتشوف عليه اكتر بالنسبة المريخ لانه اتش من نوعية اللاعبين اللي بياخد الكورة وبتحرك لقدامه في نفس الوقت بيكمل في نفس الوقت مهارة جدا يقدر واحد على واحد يمر يعمل حيات كثيرة جدا وسريع جدا كمان يا جماعة في تكملة الهجمة مع لعبة خط المقدمة بعيد تماما عن فكرة ماتيوزينه براين ايدلسون اللعيب اللي هو بيتحرك على مستوى ثلاثة اربعة متار مربع في مساحة محدودة جدا يا سدد يا باصة يا كمان اتحرك على بط في انه مش يستلب وكمان حتى يمرر النوعية اللاعبين دي انت محتاج لها لكن اتنين على ارضة الملعب مؤكدين هتكون صعبة جدا بالنسبة للمريخ وكمان حتى فعاليته الهجومية عشان كده تتقلب الادوار ما بين واحد زي سيرجو رافيل يكون على الدكة مؤكد يكون تجدين او حتى اللعيبة جاهزين على مستوى خط الوسط وكمان حتى البطول العربية في المواجهات القادمة هي تجهزهم بشكل افضل سبقاء على مستوى الدورة عشان تقدر تستفيد منه بشكل متميز في الفترة القادمة وواحد زي ما تزينه صاح يكون موجود لكن اخر عشرين دقيقة بدينا لو يكون التشأو حتى محمد هاشي اتكت لانه من عدة اللاعبين الفعالين جدا وبيقدر اضيف على مستوى خط المقدم ما تزينه يمكن تستفيد منه لما يكون عندك اتنين من المهاجمين السريعين جدا جدا انه يموينهم مش اي كورة يقاها هو عايز يسدد صاح تسديداته طيبة جدا وقبل كده سجل هدف كان طيب جدا بس انا ما كل كورة انا عايز انا اسدد او حتى اسجل منه هدف بتسجيد بتسديده من الدائرة او حتى من قدام التمنتاشر في انا محتاج اللاعب اللي بيكون اكتر فعالية على مستوى خط الوسط الفعالية لنتا كنت محتاجها من واحد زي ما توزينه بخبرته سيرجو رفايل بخبرته ورمضان عاجب بخبرته وكمان حتى اللي هو لعب باولو بخبرته بيعمل لك واحد زي جزيل نوح بصغر سنه عدم خبرته وكمان حتى بقدراته الكبيرة جدا في مواجهة اليوم عشان كده لو اتكلمت عن نجومية المواجهة مع السوق الكبير جدا لقدم سيرجو رفايل بقول لك انه جزيل نوح واحد يعني اللي هو اللاعب الأفضل في مواجهة اليوم بالنسبة للمريخ وكمان حتى الفريق السوري لعب الأكثر فعالية لعب الأكثر فايدة بالنسبة للمريخ عاد المريخ للمباراة وعاد المريخ بالنسبة لانك تطلع من المواجهة بكل النواحي المعنوية لحظيف لك بشكل كبير في مواجهة اليوم زي ما قلت لك شوطاني كان فيه كتير من التبديلات خرج واحد زي سيرجو او هو سيلفا في الجانب الأيمن دخل احمد حامد التشهد غير التشكيل شوية في انه يكون رمضان عجب في الجانب الأيمن بعد ذلك شفنا عدد من التبديلات خروج واحد زي ماتيوزينه وكمان حتى سيرجو رفايل دخول محمد الرشيد وكمان حتى شفنا عدد من اللاعبين وكمان حصة صلاح نمر بديلة لتجزيل النوع في انه التغيير او حتى التشكيل اصبح انه يكون ثلاثة على مستوى خطة دفاع فبالتالي المريخ لعب على ثلاثة مواضع تكتيكية فدي واحدة من الحياة اللي بتشتت بشكل كبير صاحة نممكن اتغير لك يتغير مراتين في الجيم اتغير في انه يكون تشكيل هجومي بعد ذاك يكون تشكيل دفاعي لكن من الواضح انه في ربكة كبيرة جدا بالنسبة للمدرب ريكاردو يعني تحس انه المباريات الافريقية ريكاردو ما استفاد منها تماما في تقييم اللاعبين واحد زي اتكت المواجهة اللي كانت قبل كده اخسر المريخ بالربعية اتكت بيبدأ الجيم مع وجد عوض بيطلع الشوطة التانية بيصار اتكت بوضع غير جيد بالمرة مواجهة اليوم بنفس الطريقة فتحسن المدرب لسه ما فيهم نجوم المريخ او حتى عنده ويجهة نظر سابتة هو عايز سبت على الكل في انه دي دي اللعيبة اللي هينجحوا معاي ودي اللعيبة الاصطن مهما كان عمله ما حينجحوا لانه توظيفانا اللي حيكون في المناطق جدا حديدا فانه اللاعب لو بيلعب هجوم او حتى خطوصة هجومي انا اخطه خطوصة دفاعي ويصار بمستوى غير جيد بالمرة وحتى اخليه من نوعية اللاعبين اللي بيخدم الكورة عشان نخلص الجرافية يصار بشكل متميز فانا اتمنى انه ريكاردو يعني على قدر ما انك انت موجود في الفريق في فترة اعتقد انه بفروض على اقل تقدير تكون فيهمت امكانيات اللاعبين بعد ذلك التطور الخطط الناس ممكن تطلب منك في مراحل تكون يعني اكتر من كده او حتى في زمن اطول من كده لكن من الواضح انه البازيك والبدايات انت لسه ما فيهمت امكانيات اللاعبين او حتى انت ما عايز تفهمها وعايز تثبت وكهات نظرك الخاصة بمستوى اللاعبين البرهازيليون يكون هم موجودين يعني انا مثلا اتكلمت عن سيلفا سيلفا من اللاعبين المميزين جدا جدا ولما انطلع المريخ يعني فقد لاعب مهم جدا جدا لكن سيرجو رافايل المريخ هو لما انطلع المريخ اعتقده حتى ولو كان كطرف اسوأ في الجيم في شوت تاني المريخ ما كان الطرف الافضل في الجيم كان سجال بين الفريقين بس سيرجو رافايل لما كان موجودة الاخطاقات كبيرة جدا على مستوى خط الوسط فبالتالي لما انطلع محمد الرشيد شوية يشوفنا الفريق على اقل التقدير كان ضغط الفريق السوري وكان بينقل الكورة براحة كبيرة جدا وكان في رغبة فينو اللاعبين يقدموا الافضل وما كان في بط حتى والواحد فقد الكورة بيقدر امشي جيبة زي عمر طيفور لو شوفناه تدخلاته كانت كويسة جدا على مستوى خط الوسط فبالتالي ما في شي بخلينانا اثبت على وجهة نظري حتى ولو كانت هي خطأ عشان كده الحاجات ده نتمنى نتكون تتعدل في المباريات القادمة بالنسبة للمريخ المريخ لسه مات اهل في مواجهته القادمة حيواجه تشرينا السوري مجددا ومؤكد ان مواجهة حتكون صعبة الفريق السوري فيهم المريخ بشكل متميز انت اليوم خطفت الفريق السوري في خمسة دقائق بس وقدرت اخذت النتيجة انت عايز من مواجهة اليوم ممكن جدا الفريق السوري بالرقم من او حتى زي ما تقدم اليوم في مواجهة اليوم ممكن جدا يجي المواجهة القادمة ويتقدم عليك في النتيجة ويقفل بشكل متميز والاخطار اللي كانت موجودة عندهم في خطة مقدمة انهم ما يستفيدوا من الفرص ممكن تكون في تعديل كويس جدا جدا عشان كده اللي بتمنى من ريكاردو ما يكون نفس اللي هي الوصفة او حتى نفس الطريقة اللي عبت باده والابطال في المجموعات انها تكون موجودة في دور الادورة التمهيدية بالنسبة للبطولة العربية لانك حتلق المريخ خارج البطولة انت مبارب تلعب مستوى طيب جدا شوب تلعب مستوى طيب جدا شوب تلعب مستوى سيء جدا التقلبات الموجودة يتمفروض يكون في ثبات على مستوى ما عيب انك تتأخر ما عيب انك تتقدم في النتيجة او حتى تتأخر على مستوى اللي عيب تكون متراجع ما عيب تتأخر في النتيجة العيب انك تكون عندك وجهة نظر وهي ممكن تكون خطأ او حتى ما موفق فيها ولسه انت تصير انك تكون موجود عليها دائما وابدا دي الحاجة نتمنىها بالريكاردو ان يكون في تطور شوية بالنسبة للفريق بشكل عام بالعناصر الموجودة وامكانياته وكمان حتى مواقع اللي هي بتلعب فيها بشكل عام زي ما قلت لك نجومية مواجهة اليوم انا بديها للجزيل ونوح واحد من اميز اللاعبين الموجودين وحيفيد المريخ بشكل كبير في الفترة القادمة الاخطاء اللي كانت موجودة من المدرد بريكاردو اتمنىها تتفعل او حتى تتعالج في الفترة القادمة انت ما تأهلت انت كسبت او حتى خطيت قدم في الدورة الثانية وانت كسبت مواجهة الذهاب مواجهة الاياب مؤكد الفريق السوري في امكانه يسجل ويحرجك في مواجهة الاياب لكن المريخ مؤكد انه قادر وامكانيات لعبته قادرة واليوم على فكرة هي امكانية اللاعبين هي لاعادة المريخ بشكل واضح في مواجهة اليوم هي امكانية اللاعبين مش التغيير الخطط اللي كان موجود بالنسبة للمدرد بريكاردو في انه طلع من شرط اول متأخر بالنتيجة بواحد مقابل لا شي عمل تغييره تكتيكيكات عالمية اللي هي خلت المريخ انه يرجح في النتيجة لا وكمان بالعكس ريكاردو لما المريخ يتقدم في النتيجة بعد اصابة اليكس باولو شوفنا التغييرات اللي كانت موجودة في انه يلعب مرة بتلاتة ومرة باربعة رمضان عجب يكون موجود في الجانب الايمن فتغييرات ذات اضعفت من الفريق في الشيط التالي ما ينصر بالمستوى الافضل عشان كده مشاكل كبير جدا لما تعرف انه اكبر مشاكل الفريق في الزور المسؤول هو يحل المشاكل بالنسبة للفريق بشكل عام صدقوني ده ما معناه نحن نتكلم عن انه يعني ريكاردو مفروض يمشي بعد المبارضة لا انا متكلم عن انه ريكاردو حاليا في وضع الفريق مفروض يكون اكثر اكثر وعيا بالنسبة للمشاكل الخاصة بالفريق في انك كيف تقدر تدير المشاكل وتحاول تجد لها حلول والاهم من ده اعرف انه اللعيبة الموجودة كمحترفين انا اقدر استفيد منهم انا ما ضروري ايجوا يصهروا وما ضروري يلمعوا وما ضروري انا اسويقهم تاني ولا ضروري ان انا حاول برضو ابيع لجمهور المريخ حاجة هو اساسا اشترى منا وشبع منا واحد زي سيرجي رافايل واحد زي باولو انا بالنسبة لي شايفون لما تكون في بطء على مستوى اللعب في خطة المقدمة بالنسبة باولو افضل بكثير من ان يكون في بطء على مستوى الرقم 6 زي واحد زي سيرجي رافايل عشان كده الحاجات دي مفروض تتعالج في الفترة القادمة اللي انا اتمنىها لان المريخ حاليا بكاميرا العدد جاهزية ممكن تكون كبير جدا على كل المراكز وكمان حتى على مستوى كل خطوط بعد ذاك لو في خرمجة او حتى في اي مشاكل او حتى اي ضعف يصهر بالفريق في الفترة القادمة فالمسؤول الاول هو المدرب ريكاردو في حال الفريق لو لم يتأهل من مواجهة تشرينا السوري مؤكد هو ريكاردو وكونوا محترفين وحيتخارجوا لكن اتمنى ان المريخ باذن الله تعالى في المواجهة القادمة يتأهل ويجهز للمواجهة اللي تكون بعد كده ببعض المباراة الدور الممتاز وكمان حتى المباراة اللي ممكن تكون اعدادية لان المواجهات كل ما يتمشي اللي قدام في البطول العربية حتواجه خصوم يكونوا اصعب زي الشباب السعودي وكمان حتى القوة الجوية العراقية دروية بشكل عام مؤكد بقول مبروك لكل جمهور المريخ فوز اول مؤكد انك انت محتاج تفوز وتكرر الفوز في المواجهة اللي بعد كده تعادل حيوديك مؤكد للدور التاني لكن الفوز لازم يتجدد على الفريق السوري فريق في غاية التواضع بالنسبة للريتم التنافسي او حتى الجاهزية البدنية اللي استفاد من المريخ بشكل كبير في مواجهة اليوم قدام الفريق السوري في فترة بسيطة جدا خمسة دقائق انت قدرت عدت نفسك للمواجهة وكمان حتى خبرة اللاعبين في حزم المواجهات بالمستوى ده زي ما قلت لك الفريق السوري لقى فرص كانت موجودة اليوم في العمل التنظيم بالنسبة لدفاعات المريخ وكمان حتى الاخطاء الفردية اللي كانت موجودة كل ده محتاج معالجات لكن انت في النهاية طلعت بالاهم الحاية بتسندك وكمان تدعمك معنويا بشكل كبير تخليك الطرف الأفضل في المواجهة القادمة قدام الفريق السوري في المواجهة الافتراضية اللي حتكون على ملعبه مبروك لكل جمهور المريخ فوز عن جدارة واستحقاق بالرقم من الاخطاء اللي كانت موجودة وكمان حتى الضعفة اللي ظهر عليه الفريق في بعض من فترات المباراة بالشكل العام وان شاء الله القادم يكون دايما أفضل وأهم بشكركم دايما على حسن المتابعة شاء الله دايما تأمين والأمين شكرا لكم